خلينا اقول لك سر ومحد تسمعنا يا عمي في تمرينة من تمرينة النادي الاهلي كان تمرينا من تمرينة النادي الاهلي الراجل كان في تمرينة النادي الاهلي الراجل كان بيشتغل على ايه في الكرات السابدة كل مربع في الملعب بتتسقط الكرة في حتة معينة كل مربع في الملعب الكرة بتتسقط في حتة معينة أشرح بس الناس نقطع مش ناس كسية ما تعرفش المربعات الملعب بيتقسم مربعات في التدريبات كل مجموعة وكل مركز له مربعات معينة بيشتغل فيها فده اللي بيقوله جيمي بس يعني لما الكرة تبقى من ناحية اليمين هتتسقط فين لما علي معلول اللي لعبها الكرة لما يكون من ناحية اليمين وطاهر اللي هيلعبها هتتسقط فين المربعين فين وخلينا أقولك وهتشوفها في الدولة لا لا اللي انت بتقوله ده حلو قاوش ممكن بس تشرحه عشان تدي له ده حاجة عملية عشان ناش تفهم بس لو جيب بصية على فاول بتاع برونو سافيو والفاول بتاع الجول لتنين من نفس المنطقة بس واحدة عالجون الشمال واحدة عالجون اليمين ماشي لتنين من عليمين المرمى ماشي الكرة بتاع برونو والفاول اللي تحسب منه الجول ماشي لو علي معلول اللي بيلعبها بص يعني نعتبر نعتبر اللي واف دلوقتي دا وتاعلي معلوله عن الكرة السبت اهو ده علي معلوس. مش كويس؟ اه. لو علي اللي بيلعبها فعلي يلعبها برجل الشمال هتتحط في المربع اللي على يمين منطقة الجزائق. اه. لو طاهر اللي هيلعبها برجل يمين فهتلف كده تتحط على المربع اللي على شمال منطقة الجزائق. شكرا. كلها هيبطل يلعب الكرة دي. خلصت على الراجل. خلصت على العيبة. يعني. المربعين. ده ما الراجل ده. انا بقولك انا لسته من انصار التعجل. لا في الاشادة. طبعا. ولا في النقد. مزبوط. ولكن الراجل ده بيشتغل. انا بقولك كلام شفته خلصة. دعيني. الراجل ده بيشتغل وعلى حاجات كتير جدا. عشان كده قلت. الافكار المركبة. والتعليمات الكتير. مع اللعيب المصري بتحتاج وقت. فالنس لازم تتقنى جدا في الحكم على الراجل ده. لكن بيعمل شغل كويس قوي.